لتعزيز التعاون والتنصيق المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما كما تسهم هذه اللقاءات وعلى رأسها زيارة فخامة الرئيس أردوغان إلى مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي بل والعالمي بواقع ما يمثله البلدان من ثقل كبير وحضور ظاهر في محيطهما اتفقت مع أخي الوزير حقان على البدء فورا في التحضير لإنعقاد أول دورة لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مستوى رئيسي الجمهورية في البلدين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد التقى بالوزير حقان الذي تشرف بمقابلة السيد الرئيس اليوم وكانت زيارة ولقاء بناء للغاية وتم التناول كافة مصارات التعاون الثنائي وأيضا العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تحدست والصديق العزيز الوزير حقان اليوم بشكل مطول حول سبل مزيد من تعزيز علاقات التعاون بين بلدين وبين شعبين وقد أكدنا خلال هذه المباحثات على تطلعنا للبناء على المصارب الإيجابي الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين في الأونة الأخيرة حيث تعد مصر الآن الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الإفريقية كما أن تركيا واحد من أهم مقاصد الصادرات المصرية للخارج لقد توافقت مع الوزير حقان اليوم على تكثيف العمل سويا خلال الفترة القادمة للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى سقف 15 مليار دولار خلال الفترة القصيرة القادمة ولدينا الإمكانيات الهائلة لدى الاقتصاد التركي والاقتصاد المصري للوصول بالتبادل التجاري إلى هذا المستوى وأكدنا العزم أيضا على جذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر وتنويع مجالاتها لا سيما في مجال التصنيع وتوطين الصناعة والتي تعد على رأس أولويات الحكومة المصرية الحالية كما تحدثنا عن أهمية استفادة أيضا القطاع الخاص التركي من المزايا التي يقدمها الجانب المصري والاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالمزايا والحوافز والعمالة الماهرة وفضلا عن العدد الكبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر وتركيا بالعديد من بلدان العالم والمناطق حول العالم فضلا عن القرب الجغرافي بطبيعة الحال بين مصر وتركيا السيدات والسادة بطبيعة الحال أن مصر وتركيا بتاريخهما المديد ودورهما الإقليمي المستمر يتحملان نصيبا كبيرا من المسئولية عن الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة المحورية من العالم خاصة في ظل ظروف الاستقطاب الدولي الراهن بكل تبعاته السلبية على الأمن العالمي وكذا في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات خطيرة وبؤر للتوتر والصراع وتظل مصر وتركيا على استعداد دائم لتنسيق جهودهما والانخراط في تعاون بناء من أجل صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين الازدهار والتقدم لشعبيهما وشعوب المنطقة جميعا لقد تبادلت أنا والصديق والأخ العزيز الوزير حقان خلال مباحثاتنا اليوم وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقبل ذلك تحدثنا أيضا باستفادة كما ذكرت عن العلاقات الثنائية في مجال التبادل التجاري في مجال الاستثمار وأيضا في قطاع السياحة وتدارسنا حول سبل مزيد من تنشيط هذا القطاع الهام خاصة ونحن الآن لدينا خطوط طيران مباشرة بين مصر وتركيا ونعمل على زيادة ومضاعفة عدد السياح الأتراك الذين يزورون وطنهم الثاني هنا في مصر حتى يتناسب مع عدد أيضا إخوانهم المصريون الذين يزورون تركيا كما ذكرت تحدثنا بشكل مطول عن العلاقات الثنائية وعن التنصيق على مستوى الرئيسين والوزيرين وأيضا على مستوى كبار المسؤولين وستكون هناك اجتماعات وجلسات مطولة للتشاور السياسي بين بلدين إقليميين كبيرين تحدثنا بشكل معمق حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتهم العالم كله تحدثنا بطبيعة الحال عن الأزمة والكارثة التي تحدث في غزة تحت مرأة ومسمع من العالم تحدثنا عن الأوضاع بشكل مذهب الأوضاع في ليبيا الأزمة الليبية وتحدثنا عن الأوضاع في السودان وتحدثنا عن المشكلة اليمنية وعن الأوضاع في البحر الأحمر وتحدثنا في قضايا هامة إقليمية على رأس قضية مكافحة الإرهاب بطبيعة الحال والتعاون المشترك بين مصر وتركيا لمكافحة الإرهاب والعمل على خفض حدة الصراع والتوتر في المنطقة وكلنا نعلم أن هناك تصاعد لحدة الصراع والتوتر نتيجة لسياسة الاختيالات السياسية التي نرفضها بشكل كامل وندينها بشكل كامل تحدثنا أيضا عن التحديات الأمنية والإخطاءات الاجتماعية التي تفرضها علينا الصراعات الدامية والنزاعات الخطيرة والحروب المشتعلة في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم وتحدثنا أيضا بشكل مسهب على التعاون المشترك بين بلدينا فيما يتعلق في التعاون في القرى الإفريقية لقد أطلعت صديق العزيز السيد فيدان خلال مباحثتنا اليوم على مستجدات المساعي المصرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بما يضع نهاية للحرب الوحشية والمرفوضة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني البريء الأعزل في قطاع غزة وبما يعمل على تأمين نفاذ الإنساني للمدنيين في القطاع بشكل كامل وبدون مشروطية وتحدثنا عن الجهود التي تبزلها مصر مع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطناق النار ويهمني أن أؤكد في هذا السياق على التقارب الشديد في رؤية البلدين حول هذا الأمر وكما أكدنا على ضرورة تجنب في الدولة نتيجة لسياسة الاستيطان والسياسات الاستفزازية التي يقوم بها قطاع استوطنين ممنهج وأكدنا أيضا على أهمية العمل أن يكون العمل على تنفيذ حل الدولتين وليس الحديث عن حل الدولتين وليس الحديث عن حل الدولتين والمفاوضات لا تنتهي وإنما تحديثنا عن الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال لأن أصل المشكلة وأصل اللب الصراع في المنطقة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأكدنا على تنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو سبعة وستين وعاصمتها بطبيعة الحال القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأوضحنا وأوضحته الرفض الكامل لسياسة الاختيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة وأكدت على أهمية حشد الدعم الوقف هذا التصعيد الخطير في المنطقة والحيلولة دون خروج الأوضاع عن نطاق السيطرة وانزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة وتوافقنا في الرؤية مع صديقي الوزير هقان حول هذا الأمر ولعل زيارة معالي الوزير بالأمس إلى مدينة العريش وتفقده لمطار العريش وأيضا تفقده لمعبر رفح من الجانب المصري وأيضا مقرات الهلال الأحمر المصري كانت رسالة واضحة لا نستغربها على تركيا ومواقفها الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية بشتى الطرق أقوله رسالة واضحة للعالم كله بأهمية العمل بأسرع وقت ممكن من أجل بالتأكيد وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني والعمل أيضا على الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية والصحية دون أي شروفية ودون أي عقبات توافقنا أيضا خلال مباحثتنا اليوم على ضرورة تعزيز التشاور بيننا وبين بلدينا حول الملف الليبي مع التأكيد على أن نجاحنا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا يمثل بطبيعة الحال نموذجا يحتزى به في تعزيز الأمن والاستقرار من جانب دول المنطقة التي تظل الأقدر على فهم تعقيدات أوضاعها وسبل تسوية الخلافات القائمة توافقنا أيضا على أهمية صون وحدة ليبيا والملكية الليبية للحل وأعربت من جانبي عن تطلعنا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن وبشكل متزامن وبما يسمح بإعادة توحيد المؤسسات الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تنفيذا للمقررات الدولية وبما يعيد ليبيا للليبيين ويحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها واستقرارها وأود الإشارة أيضا لأنني أكدت خلال المباحثات مع الصديق الوزير هقان على ترحبنا بالتصريحات التركية الأخيرة بالاستعداد للعمل على حل الخلافات مع سوريا وبما يحفظ سوريا وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ويمكن لسوريا ومؤسساتها من مواجهة خطر الإرهاب والعمل على ضحر خطر الإرهاب الذي يمثل تهديدا للاستقرار في المنطقة وأؤكد دعم مصر لكل جهد صادق من شأنه التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية وفقا للمرجاعات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254 وبما يعيد لسوريا الشقيقة استقرارها المنشود وينهي كافة مظاهر التدخل الخارجي في شؤونها ويرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وأود أن أعرب أيضا عن ترحبنا بالأجواء الإيجابية المتنامية في منطقة شرق المتوسط بين الجيران الشماليين ونؤكد على أهمية استمرار هذا التعاون والتفاهم لتحقيق الاستقرار والسلام والإزدهار لشعوب هذه البقعة الهمة من العالم والاستفادة المشتركة مما توفره من موارد طبيعية أخيرا لقد تطرقنا أيضا إلى مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها السودان والأوضاع في السودان وأهمية إنهاء الحرب الدائرة هناك وبما يضمن للسودان وحدته ويرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق وأيضا تحدثنا بشكل مستفيد عن الأوضاع في اليمن وفي لبنان وكما ذكرت أن البحر الأحمر وتوافقت الرؤى بين بلدينا وبيننا على أهمية العمل سويا لمنع التساع رقعة الصراع الإقليمي وأيضا تحدثنا بشكل مسهب عن الملفات الإفريقية والتعاون المشترك بيننا في مجال التعاون في القارة الإفريقية تحدثنا باستفادة حول سد النهضة والأوضاع الخطيرة في منطقة القرن الإفريقي وأهمية الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية والرفض المصري الكامل لأي إجراء من شأنه أن يمس بوحدة الصومال وسلامة أراضيه ومن ثم بنجد بطبيعة الحال رفضنا الكامل لمذكرة التفاهم التي تم توقعها ونعيد التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال السيدات والسادة أجدد ترحيبي بالضيفان العزيز والصديق السيد هقان في دان وأتمنى له رحلة آمنة وسعيدة في طريق العودة إلى تركيا الصديقة ترجمة نانسي قنقر